نطلع على تشكيل الاهلي اللي ممكن تشوفه كحل بالشكل ده الاهلي لو انت في رؤيتك تشكيل تاني يبدأ بيه مطش السبت اللي جاي ولا شايف الاهلي ممكن نلعب ازاي الاهلي ممكن انا عامل تشكيل يعني ممكن ده يكون اه تشكيل اللي ممكن نشوفه كامس نتكلم فيه ان مثلا طبعا طريقة اللعب انا بشوف ان لازم 3 فصة الملعب ماينفعش ان انا في مطش ازاي ده احط امام مع اللاقه جنبه سامة ابو علي ليه لان انا اصلا عندي مشكلة في بناء الهجمة وفرقة بتضغط عليها ضغط عالي فانا محتاج ان انا اول حاجة في حراسة المرمو محمد الشناو طبعا هو الاكثر خبرة والقائد وكمان مصطفى شبير مش موجود لاثنين المساكين ياسر ابراهيم ورامي ربيعة اشرف داري كنت اتمنى ان هو يجهز في المطشات اللي فات ان اشرف داري كان هيدك حل ان هو عنده بناء الهجمة من تحت بشكل كويس بس ياسر عمل ماتش اولاندو انا اديته رجل المباراة ياسر ابراهيم عمل ماتش اولاندو كان هايل فداخل فت ان شاء الله ففت ورامي ربيعة في فورما كويسة فانت عندك ياسر وربيعة عاملين شكل كويس طب بالضغط ده تبدأ باكرم ابدأ باكرم لسبب ان انا هم عندهم الجناحين كويين جدا على مستوى المهاري يعني انت عندك مثلا الجناح اللي هو الويس انريكي اللي هو البرازيلي ده بيلعب في منتخب البرازيل اصلا دولي اللي هو رقم سبع والجناح التاني تيجو الماضة ده ارجنتيني الله اكبر فبيلعب في منتخب الارجنتين برضا انت بتلعب مع لعبة دولية فانت انت النهاردة تيجو الماضة ده هتحط له وامريح النهاردة فانت لازم احط له واحد اكرم توفيق بدني اكتر وبيدفع بيقفل الجابهة دي بشكل كويس الناحية التانية هيعطيته الله انت جد عند منطقة مهمة جدا اللي فيها لعمليات كلها دي اهم حاجة دي لو انت وسط ملعبك في المباراة دي فاي النادي الاهل هيبى فاي لو نصري التشكيل المعنى على الشاشة طبعا مروان عطية جنبه امام عشور واحمد نبيل كوكا ممكن حد يقول ادخل اكرم فوسط الملعب يعني ممكن لو استعرضنا هذه التشكيل دي مروان عطية وامام عشور وكوكا ممكن فعلا اكرم يخش برضو بحيث ان هو دي التشكيل التاني اكرم وعمر كمال هو اللي يبدأ بس هنا ساعتها هيبقى فيه مغامرة شوية بعمر كمال في المكان ده هيلعب على لعيب زي تيجو الماضة اللي هو اللعيب الارجنتيني وطبعا لويس هنريكي الجناحين يعني هتوبقى فاسم ممكن تدخل واحد زي خلد عبدالفتاح انت عايز حد دفاعي صرف اه خلد عبدالفتاح مثلا لو انت حبيت تدخل اكرم ممكن تخط خلد عبدالفتاح نحية اليمين بحيث ان انت تقفلها هاتي التشكيل الاولانية تاني بقى انت عندك ليه كوكا وليه مروان عاطية واما معشور انا النهاردة بقابل فرقة زي ما قلنا بتفوجه تحديدا او حتى بتشوكا بتشوكا برضو مميزين في الضغط الاتنين عندهم ضغط كويس فانا عايز احل مشكلة بناء الهاجمة امام عشور يقدر ينزل يستلم بين الخطوط ديت ويحرك الفرقة لقدام كوكا كذلك مروان عاطية هو اللي بيديك الحماية قدام ياسر وقدام ربيعة التلاتة اللي قدام لا خلاف طبعا على وسام أبو علي هو اللعيب اللي يقدر يعمل لك الضغط وقدام ويقدر يعمل لك الشراسة ويقدر يعمل لك التحولات وسام عنده ميزة ان هو يعني هو مش بينزل دايما كتير لا هو دايما عايز ياخد في مساحة عايز ياخد في ظهر المدفعين فدي ميزة كبيرة خاصة في المتشاط الكبيرة لما تقابل فرق زي فريق برازيلي او فريق ميكسيكي هيبقى خطوطهم مفتوحة شوية عكس الدور المصري فوسام بيظهر بشكل أحسن الجناحين طاهر محمد طاهر عامل موسم كويس وريدا سليم برضو أداءه في المباراة الأخيرة ممكن يكون لي دور حتى لو ما بدأش ممكن يكون في الشط التاني عامل أداء كويس لكن انت شايف أفضل جناحين يبدأوا طاهر وحسين لأن قدراتهم الدفعية كويسة بيدفعوا بشكل كويس وهم حالتهم البدنية والفنية هما الأجهز هما الأقوى دلوقت حسين الشاحات عامل موسم كويس وطاهر طبعا عامل أداء من بداية الموسم كويس جدا طيب عموما ده شكل التشكيلة المثالية اللي ممكن نلعب بها يوم السبت أيا كان المنافس بقى سواء باتشوكا المكسيكي أو حتى بوتفوجو البرازيل